احنا مع الاسف ما جاي نتحكم بنفقاتنا اغلب النفقات نصير بقرارات سياسية خاطئة بيها مجاملة بيها رضا لفترة انتخابات بيها مغازلة ما بيها بناء دولة حقيقية خلينا ذكرك بقضية بالالفين وتسعة انت تتذكر البنك المركزي باع اثنين وتسعين بالمية من ايرادات النفط على لا يفترض الان هذا الملف ينحط على الطاولة يندز على الرئيس عزه الله ويندز على بالمالية ويندز على بمزاد العملة يقول له شلون بعد اثنين وتسعين بالمية من واردات النفط في مزاد العملة هاي مو جرائم اقتصادية بحق شعب مسكين استاد نجم احنا ملفات البنك المركزي طول فترة الرئاسات المتعاقبة عليه هي محل استفسار حسا استفهام سنسمي ما نقول شبهة فساد انها ما استفهام انت تعرف جنابك اثنين وتسعين بالمية وخمسين بالمية ومية وخمسين بالمية هي ما تحتبر جريمة اذا كانت لتغطية النفقات الحقيقية لاستيراد القطاع الخاص اذا كانت حقيقية والشعب هلقد يأكل يبلغ دوة ويصعد سيارات حتى ياخذ المية بالمية ما عدي مشكلة اشكاله اولي ثانين وتسعين بالمية هي محل شبهة بقدر الثانين وتسعين بالمية راحت فعلا لمستحقيها راحت فعلا بشكل قانوني نعم راحت فعلا بأوراق رسمية حقيقية يعني انا اليوم كنت اتكلم مع احد الاخوة في وزارة المالية قال انا ذاك اليوم دزولي ستمائة بوليصة شحن يردون صحة الصدور الها قال لقيت ان الستمائة كلهم مزاورات فانت اذا عندك ستمائة بوليصة شحن انت دزيتهم بالصدفة كلهم طلع مزاورات اذا شقد حجم التزوير شقد حجم التلاعب من ومشترك به وزارة النقل جزو هيئة المنافذ وزارة المالية الامن ما اعرف كل هذه اللي موجودة بالمنافذ الحجودية تتحمل مسؤوليتها الفواتير هذه اللي جاي تقدم انا نفسي استاذ نجم بالالفين ودعش اخذت عينة من الفواتير اخذت عينة وبقتها يمكن اخذت لمية وعشرين فاتورة وبعدها رجعت يمكن اخذت مية وعشرة فاتورة تعرف من الاصل ثلاثمية وثلاثين فاتورة لقيت بس فاتورتين اثنين صحيحة بس اثنين صحيحة اي ومية وثمانة وعشرين فاتورة مزورة اي وتكلمنا بقتها واللان يقول يا بالبنك المركزي ليش تتاقل يقول لك والله نعرف هاي الفاتورة مو صحيحة بس ثاني ما عندي غطاء انت بالدولار غير ان اكتجيني فاتورة بعدها نتحقق من عدة صحيحة مو صحيحة احيلها للقضاء واول نتقدل حالة قضاء للقضاء ما صار بها حقيقة لا محاسب ولا متابعة دكتور دكتور انا ثالث منتعة سنة اصيح وزير الزراعة طلع وياي هنا نعم اكو دولة اكو مؤسسة مالية اكو مزاد عملة يضطل واحد من الولد يستورد نبق والناس ما عطتها نعلاستيك بعشرات المليارات طبعا يعني هذا يا مهان ابو قاني مو ياك استاذ نجم مو ياك طلعت 28 مليون دولار لاستيراد شاديش مشققه اخو انا حجيتها وياي ما نكمل مليون دولار استيراد حامض حلو يعني 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 هسة الان اذا ما نسمعه صحيح انه اكو حرب حقيقية على الفساد يعني ذولة ولا واسي ظل والله لو تكتغى راسة ما تشفي غليل الناس واحد يستورد رجي واحد يستورد نشاديش مشققه واحد يستورد نبق واحد يستورد خز ذولة حرام بيبقون احيا حرام طبعا هو هو مصوش بي استاذ نجم مصوش بالوافق لان يطي دولار على مودي يروح يشتري يشتري حامض حلو هو هاي الملفات هاي الملفات تاجر يقول لك اخذ فلوس سبيع وارباح هاي الملفات يا سيد مقتدى المفروض تفتح الان هاي الملفات يجب ان تفتح خليني استفاد من ذاكرتك انت كنت رئيس للجد المالية وكان اكو ملف خطير اللي يكلف بيه المرحوم التشلبي باسترداد الاموال المهربة والله يرحمه وصل ل 312 مليار دولار قال لسيد رئيس الوزراء حفظه الله وراه اجيبه على مراحل وراه التشلبي راحوا الدار حقه هاي السيشلون راحوا الدار حقه الله يرحمه ورحمة طارق حرب هذا الملف قيل لي انك اطلعت عليه يعني احتيلك بصراحة شوف استاذ نجم هذا الموضوع ما اطلع للإعلام بشكل حقيقي وصحيح 312 مليار دولار هو حجم ما تم بيعه من البنك المركزي واللي قسم من عنده كبير اتغطى بالدينار العراقي ما اخذه ببلاش 312 مليار دولار اللي يتكلم عنها الدكتور التشلبي الله يرحمه هي مو مهربة ولا هي ضائعة لا بل هي بيها شبهات انها غطت احتياجات غير حقيقية للاستيراد الخاص لذلك البحث عنها قد ما يجيبها ويجيبها كلها حتى نتأمل 312 مليار دولار هو يجيب الغرامات التي تفرض بسبب استخدامها الخاطئ بشكل غير صحيح اما 312 مليار دولار ليش هو معقولة بلد تروح لاربع موازنات ما يدري وين راحت لا ساد نجم لي صراحة انا سمعتها من اكثر من اخ ومن شخص انا رئيس الجنة مالية كنت لسنوات طويلة واقول لك انه ما قوشي اسمه 312 مليار دولار هربت ولا لازم تسترد ولا مدري شنو لا 312 مليار دولار هو حجم ما تم بيعه خلال السنوات اللي يتكلم عنها الدكتور تشلبي الله يرحمه واللي راحت بشكل بشبهات ان الفواتير مزورة وما تم تغطية بشكل صحيح واستخدمت للمضاربة لذلك عادة فتح هذا الملف قد يجيب منه مليارات قد يجيب منه خمسة ستة سبع مليار دولار بسبب او او لانه راح نفرض غرامات لانه استخدمت بشكل غير صحيح اما ارجاعه مبلغ جبير لا هو بالاصل ما موجودة هاي القصة تمتهي تفاهمها بشكل خاطئ وطلعت الإعلام بشكل خاطئ اشتركوا في القناة